ايه دي الزمالك المهتمين بالكرة في مصر اكيد كان عاملين بيتساءلوا الاسبوع اللي فات ده سؤال واحد هل الزمالك هيلعب المطش اللي جاي مع الاهلي ولا لا دن 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 بالزفط يعني السؤال ده يا جماعة بقالنا اسبوعا بنسمعوا من ناس بقى المهتمة في الكرة وناس اللي عايزة تتفرج على المطش غير طبعا مشاجعين دي الزمالك والاهلي وكل ناس كتعمالة بتتساءل السؤال ده هل الزمالك هيلعب ولا لا خليني اقولكو ان الزمالك انسحب رسميا من مواجهة الاهلي ويترتب عليه فوز الاهلي 2-0 بدون لعب المباراة خليني اقولكو ايه اللي حصل بالظبط لان الناس كتير مهتمة ومبارك هاشتاج الزمالك كان يعني on fire وناس كتير لها يعني different opinions خليني اقولكو ان اللي حصل ان نادي الزمالك كان بيلعب مع النادي المصري والحصل ان كان فيه يعني حسب ما نادي الزمالك قال ان كان فيه ظلم مباشر وكان فيه يعني التحكيم كان غير مرضي لنادي الزمالك خليني اقولكو ان اللي حصل ان كان فيه جون مؤكد للزمالك ولكن الحكم ما حسبوش والفار ما حسبوش كان موضوع trending قوي كان trending جدا والناس كلها كان فيه حالة من الغضب الشديد وان قدقية تحكيم كان غير عادل لنادي الزمالك او غير عادل للمطش كله بناء عليه الزمالك قرر او طالب ب3 مطالب بعد المطش مباشرة خليني اقولكو ان اول مطلب كان التحقيق العاجل في اللي حصل في المطش بين الزمالك والمصري والمخالفات التحكمية اللي حصلت وإحالة لجنة التحكيم للتحقيق وبرضو ان هما طلبوا بوقف لجنة التحكيم دي انهاية ما تتحكمش في اي مطش تاني تاني حاجة ان هما نادي الزمالك اعلن ان هو مش هيشارك في اي مباراة غير لما يخلص المباريات بتاعته في الدور الاول يعني بيوقفي دايما مباريات في الدور الاول والدور التاني نادي الزمالك قال أن هو مش هيشارك في أي مباراة من الدور الثاني غير لما يخلص الدور الأول وده اللوجيك وحسب السكاجول المحدود ثالث مطلب وآخر مطلب قالوا برضو نادي الزمالك قال أن هم عايزين انتداب لجنة محايدة من خارج بقى مجلس إدارة اتحاد كرة القدم ورابطة الأندية لإعادة تنظيم وترتيب مباريات الدوري ويكون فيها حياد كامل ده اللي حصل بالنسبة لنادي الزمالك بارح لدي الزمالك اعتذر عن لعب مبارياته مع الأهلي في الدوري المصري وقال أن احنا مش هنلعب المباراة بسبب غياب مبدأ تكافؤ الفرص يجب لي لما حاجة زي دي بتحصل بيقى فيه فعلا مبدأ اسمه مبدأ تكافؤ الفرص ده بيبقى أن القوتين مش زي بعض فهو دلوقتي دي الزمالك حس بالتهاد حس بأن لجنة التحكيم كانت غير عادلة ما كانش فيه أي نوع من الفيرنس في الماضي بتاعه مع المصري وده بصراحة تشايف ده عمل حالة من الغضب الشديد للنادي ومش بس النادي للمشجعين نفسه أن يكون فيه حاجة مؤكدة وكل مجمع عليها وأن الحكم ما يحسبهاش دي علامة استفهام كبيرة جدا دي حقيقة فعلا ولكن الكومنس كانت مختلفة جدا يعني جزء من الكومنس كانوا متفقين جدا مع النادي وشايفين أن ده قرار صح وأن كده كده الدور المصري مش لنادي الزمالك 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 ده طبعا الأهلاوية اللي بيقولوا كده لا ده كان حتى النادي الزمالك مشجعين نادي الزمالك كانوا بيقولوا كده وكانوا بيأيدوا جدا القرار النادي بالانسحاب فاني شايفين دي خطبه إيجابية وموقف صارغ يعني احنا خدنا فعلا فعلا السقية التاني بقى اياaw النادي الاهلي كان يعني أو مشجعين النادي الاهلي بالتحديد كانوا بقى ايه؟ كانوا بيخذروا كانوا بيقولوا بقى ايه احنا النادي الكسب الاهلي كسب الزمالك 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 ثلاث قدقين موتش كان صعب جدا متخذاريش الكومنت فعلاً كانت يعني غريبة جداً وقد إيه اللبصات فعلاً كانت بيرفكت وقد إيه المطش كان صعب بس النادي الأهلي تمكن أنه يفوز فجأت الكومنت لات النادي الأهلي أو المشجعين النادي الأهلي كانت في حتة تانية فقلوتنا كده أنتم شايفين أن موقف النادي الزاملك فعلاً صحيح أنه ينسحب عن المباراة ومجهة الأهلي النهاردة وفروض المطش كان يتلعب النهاردة ولكن بعد الانسحاب خلاص النتيجة اعتمدت للأهلي وهو كسب 2-0 أنت عندي كومنت لا مش عندي كومنت بسرعه في حاجة حصلت دلوقتي مضيقاني قوي مخلياني مرتبكة كده شوية مرتبكة بتاعتي في شعري اتقطعت وأنا قاعدة كده فجأة اتقطعت أنا شعري فك مين يا جماعة عمل كده في مالك فالناس اللي ممكن بتفرق علينا دلوقتي يكون أخداراً أنا أحاول أعذر في شعاري طبعاً معلش التقطة تقطعي لا لا يجب أن تتلعب النهاردة بس أنا مش من متابعين الكورة قوي بس طبعاً ولكن لما سمعت الاشتوري لما سمعت الخبر بقيت أقول إيه ده هو أصلاً في حاجة كده يعني هل ده طبيعي إن هو يحصل أو هو بيحصل كتير وبعدين غير كده لما عرفت كمان تفاصيل الموضوع وعرفت البروزس بتاع الانسحاب بيمشي إزاي يعني لما عرفت إنه لازم من حكام وفريق الأهري كله ينزل الملعب يعود عشر دقايق تقريباً ويطلع تايم عشان يكون أعتبر إنه هم كده نسحبوا فعلاً تقريباً ما حصلش أصدر بيثبت وجوده تقريباً ده ما حصلش وده كمان عمل ضجة أكتر إنه مفروض إنه هم كانوا ينزلوا يقفوا في الملعب هم والحكام ويثبتوا إنه فعلاً نزم مالك مجاش أو انت سحب وخلاص المقرر أو اللي كان مقرر إن المتش كان مفروضي تلاعب النهاردة ولكن أعتقد بعد ما إذا مالك خلاص طلع يعني أوفاشل ستيتمينت بأنه هم مش هيلعبوا أعتقد ده حتى ممكن ما يحصلش عمتاً يعني أنا مش عارفة أتأسف لكل الزمالكوية يعني أنا حتى مش قدرة أحدد أنتو متفهمين ولا أنتو منضيقين ولا أنتو مش قدرة أنت رأيك إيه تفتكري أحساس الزمالكاوي إيه دلوقتي بصي أنا يعني بين رأييهم صراحاً حسن الزمالك خدت موقف حاسم فعلاً وعندهم يعني هم محقين جداً في اللي هم عملوه موقفهم فعلاً صحيح إن فعلاً يكون فيه جون مؤكد وما يتحسبش أعتقد دي حاجة أكيد هدهق أي فريق بغض النظر بقى كمان عن التفاوتات اللي ممكن تكون حصلت في المتش نفسه ولكن ناس تانية كان لها برضو يعني رأيي تاني اللي هو لأ إنت أنزل وإلعب وما لكش دعوة إثبت وجودك بصي هو أهم حاجة بس عشان أنا عارف قد إيه مشجعين الكورة للمصرية متعصبين جداً أهم حاجة يا جماعة مهما نحصل في الأول وفي الآخر دي كورة واللعب بيبقى مكسب وخصارة وساعات بيحسن مشاكل من النوادة ما تجيش على أعصابك خلي دايما المواضيع لطيفة دايما بيحسن خناقات بقى ما بين المشجعين بطول الفرقتين فالموضوع مش مستاهل أي كمان ناس تانية كانت بتقول إحنا دايما لو ما بنتكلم على ماتش الأهلي والزمالك يعني بيبقى كده عارفين في دماغنا اللوجيك إن الحكم هيكون مش مصري حكم بيكون دايماً أجنبي فالناس كانت بتتسأل طب يعني كده كده الحكم مش هيبقى مصري فليه؟ ليه الزمالك ملعبتش الماتش ده؟ ولكن نتفهم من الموضوع أو نقدر يعني نقول إن الزمالك عنده حالة من الغضب الشديد ويعني ده اللي خلاه بصراحة يعني ينساحب أو ياخد موقف يعني بجد ياخد موقف فعلاً صارم ويقول إن إحنا مش قابلين الوضع اللي حاصل عمتاً جود لك لكل فرقة تتكور عمتاً يعني مش عارفة بصراحة يعني حتى مش عارفة إن أنا أتمنى لهم إي يعني بس